السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلميذ الأعزاء تلميذ سنة الرابعة متوسط اليوم إن شاء الله رحينا نحلو امتحان شهادة المتوسط في مدى اللغة الإنجليزية دورة 2021 إن شاء الله هتقعدوا معنا نشوفوا الحل بالتفصيل أول شي قبل ما نبدأ والتصحيح حبيت نبارك الجميع التلميذ بهذا الموضوع الرائع الجميل مانيش حبي نقولكم أنه موضوع سهل ما ولكنه موضوع يعني أكيد مئة بالمئة أنكم درستوه في القسم بعض الأحيان يكونوا تلميذ خايفين وكامل المهم نبدأ على بركة الله رح نشوفوا أول شي اليوم رحينا نشوفوا التصحيح هذا التصحيح قام به الأستاذ أكرم غوال هذا نشكره بزاف على التصحيح تاعه وروحوا نشوفوا الحل والشرح المفصل أول شي العنوان تعنا وش يقول The Little Martyr Little معتها صغير ومارتر معتها الشاهيد الشاهيد وكما باللغة الإنجليزية هذي الألف ولم الشاهيد الصغير أوكي شكون هذا الشاهيد اللي رأهم رأي هنا نحن هتروح لشخصية الشاهيد الصغير هو عمر يوسف عمر يوسف فاصلة Better noun عرفة ولا يعرفوا أحسن أحسن شي As little عمر هذا يوسف عمر ولا عمر يوسف يعني كان يتعرف بلي عمر الصغير كما نقوله حنا خلاص ومن بعد هنا نبدأ يعرف لك شوفوا عني ديرت لكم جميع الأفعال باللون الأصفر ونهار اللي نكون وشوفوا في أي نصف نهار اللي نكون ونهار اللي نكون ونهار اللي نكون ونهار شخصية ميتة متوفية يعني معنى ترى حين نستعملوا أغلبية الأفعال التي وعنا في الفعل الماضي ولا The Past Simple or The Past Continuous الماضي المستمر ولا الماضي للباسي اوكي إيز هنا لا يستعمل لنا إيز الماضي قلت لي أه يهدروا على الماضي وهنا إيز يكون معنى يكون عمر الصغير هذا يكون الالجيريان ماتشر قلت لي ميس، هنا لنا لست عملنا المضارع هنا روو يعرف بنا هو هذا عمر يبقى شوفوا طول الزمن الى الابد شهيد جزائري نقولو عمر صغير هو شهيد جزائري نقولووش عمر صغير كان شهيد جزائري هذه الصفة ما زالت معها حتى ولو انه ميت اي حاجة تقرأ فقرة ولا تكتب فقرة كي تهدر على تاريخ الولادة ولدة في جميع الاحيان ان هنا استعملنا ان لان وعدنا سنة لانو عدنا سنة سنة اي سنة هنا شهر ولا يوم هنا تكون عندك هنا اعطانا ان الف وتسعمية وربعة وربعين لكن اعطان لك جانفي الف وتسعمية وربعة وربعين لا لا هنا كي يكون عندك شوفوا يوم ولا شهر هاذي تتبدل تولي ان ان سندي الى اخرى ان اكتوبر هنا مدام طاولنا سنة ندروا ان وين ولدة ان القصبة ولدة في القصبة وين جاي القصبة في القصبة الجزائر هو كان الفعل كان الان نافيو ابن الاخ ابن الاخ ابن الاخ عفونا هنا انا غلط في الاسم عمر ياسف ابن الاخ سعدي ياسف سعدي ياسف كان كان القائد للحكم الذاتي عمار غادرة خرج من المدرسة المضارع المضارع عمار عمار التحق التحق بالثورة الجزائرية تكون اللي كان هو المرسول بين المحاربين وال القائدين القائدين عمار الطفل الشجاع شجاع شجاع عمار كبير كبير الفعل هو عمار عمار السابق المحاربين المحاربين اللي كانوا يحاربوا من أجل الثورة الجزائرية مثل أبان رمضان كريم بالقاسم كولونال عمران رابح بيطات وعلي لابوينت هذو قاعد كان يشوفهم كان يشاهدهم في ذيك العائلة عمر كان يدير يزور كان يزور هذي ريف الماضي كما قرأتوا في سنة الثلاثة متوسط كان يزور العم التاعه اللي هو وراه سعدي ياسف يعني بشكل مستمر وكان عبارة عن مرسول كان فاكتور كما نقولو حنايا كان المرسول بين المحاربين ومع المجاهدين ومع القائدين القواد لا فعلين هو نجحة نجحة في واش؟ تكروس باش يختارق ولا يجوز الحواجز الشرطة الحواجز الشرطة قلنا نجح في اختراق حواجز الشرطة اوكي؟ اند اسكيب اسكيب من الفرنش باراتوبرز شوفوا كان يجوز الحواجز ينجح في جهز الحواجز ويهرب للجنود تاع الميضالات شكونوا ما يدوك تاع اللي باراشوت اللي تاع السما اوكي كان يقدر يهرب قلنا نجح في الوقات الصعبة تاع معركة الجزائر نروحوا ان اكتوبر شوفوا هنا تقولوا لي ميسي اخي قلتنا مع الشهر نديروا ان وهم راهم ديرين ان شوفوا نحطوا ان هالي يكون عدنا شهر في تاريخ كمي يقولك مهم سبيسيفيك ديت اوكي كيكون عدنا سبيسيفيك ديت كما نقول مثلا نحب نهضر على الشهر البرث دي تاعي نقول زعم وحب نقول لكم بلي هذك تاريخ مهم نقول ان بالصحة هنا يستعملوا ان لانهم اعتبروا هذا السنة اكتوبر هي في الحقيقة مهمة بلك غلطوا بلك ما غلطوش هي في الحقيقة ماشي خطأ ولكن بلك اعتبروا هذا التاريخ بلي ماشي زعمك سبيسيفيك اوكي ولكن هم في كلته هما ماشي غلطين يعني هكذاك باش نصحوا باقي الامور تحطوا ان ولا اونا على حسب التعبير اللي ركم حابين اتوصلوه انتوما باراتروبر كماندس of the first french parachutes regime destroyed the house where عمر حسب بومبو علي لابوينت انت حاميد بو حمادي هنه قل لك بلي هذوك الكماندس تاع هذوك الparachute اللي كانو يحبطو هذوك وش درو كسرو البيت اللي كانو يعيشو فيه اوكي وير هايد اللي كانو يتخبو فيه هنا عدنا past continuous عدنا where وعدنا ing because they refused to surrender لأنهم رفضوا الاستسلام اوكي لان نبدو في حل الموضوع التاعنا عدنا هذو part one عدنا زوج اجزاء في السجي في الجزء الاول هاونا اللي عندو الاسئلة تاعو حول النص والجزء الثاني اللي هو عبارة عن القواعد اللي قناهم في العسم يلا نبدو بأول سؤال قال لك read the following statements and write true false or not mentioned قال لك قرأ هذا الجمل واكتب بنا اذا اجابة صحيحة خاطئة ولا غير مذكورة في النص اوكي قال لك عمار عمار سعدي was the leader of the autonomous of الجير هذي راهي واضحة هنا هاي لك the leader سوي الاجابة راح تكون الاجابة تعنا هي true في هذه الحالة تفاهمين نكتب هنا true يا ايما تكتب t كاملة true كاملة يا ايما تكتب t امام حتى في البيان تكتب t فقط راهي الاجابة تعك صحيحة قال لك عمار ياسف wish to live free in his country one day قال لك هنا كان يتمنى باش يعيش حر في البلاد تي واسكو هذي الجملة مذكورة هذي الجملة ما راهيش مذكورة كامل بالنصر راحنا النص وشفنا so ندير not mention تكتب الاجابة تعك and and راهي اعتب هاي صحيحة قال لك عمار ياسف died at the age of fourteen قال لك اسكو قولوا لي عمار ياسف died في سن الاربعين هنا تقولوا لي آه ميس هذي نديرها not mentioned على لدرناها false لا لأنه علاش هنا قلنا تكتب F راهي صحيحة علاش وش راهي تدير هنا يا أعطالك السنة هذي هكتشوف هنا الف وتسعمية وسبعة وخمسين اللي هذي السنة اللي دمرت فيها الدار الدار اللي كان يتخبى فيها عمار يعني هذي العام كان في أكتوبر كان عمار وحاسيبة وعلي والاخر كانوا يتخبوا في هذي الدار where hiding دمرتها عليهم الفرنسا يعني ماتوا وزيد ناقص الف وتسعمية السنة اللي زيت فيها عمار وحاسبوا وشوفوا ناشى هل تخرجنا أسكو تخرجنا ربعين سنة ولا لا لا نحسبو هذي الزوج يروحو هنا واحد ثلاثة يعني 13 سنة الإجابة راهي هنا نكتبو false مع بيش العمل وغلار نغطى فيها معليش لا علينا قل لك انسر السؤال الثاني انسر the following questions قل لك when عمار when was عمار ياسف بورن شوفوك هتبدو والإجابة التحكم قل لك وين تازد عمار ياسف وش قل لك هنا وش تدير نحي هذي وين أدت السؤال وش تدير بدنا بالفاعل الفاعل هو عمار عمار ياسف was born عمار ياسف was born in 1944 ولا he was born in 1944 أوكي هذي هي الإجابة الصحيحة السؤال الثاني وش يقول قل لك دد هنا بدلك بدد معنتها ياسف هنا بدلنا سؤال بwh question رح تكون إجابة طويلة بصحة هنا ما بدأ هنش بwh question اسكوا الكلمة اللولة تبدأ بwh ولا how ما بدأ تبدأ بwh what when where إلى آخر إلى how يعني كيف ما تكون تبدأ لك بhow ولا الكلمة تبدأ بwh هنا رك رح تجاوب yes yeah no أوكي عمار دد عمار ياسف and his oh my god companions voilà surrender اسكوا عمار ياسف واللي كان معاهم وش يقولوا استسلموا لا لا هنالإجابة now هاي لك هنا refuse رفضوا استسلام هنالك كيف اشراك رايح الجاوب هنالك كنوا الفاعل عمار ياسف عندك الكلمة الأولى عمار ياسف اسمه ولقبه وعندك الكلمة الثانية هنالإجابة عنا ندرو no عفوا 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 مش عمار ياسف وعده عمار ياسف وأصدقاء ولي كانوا معاه اوكي لو كان جات مكاش هنا and ندو غير هذي مدام عدنا and ندو اللي قبل and ولي بعد and تقدر تكتبها no عمار ياسف and his companions did not كما حيلك no عمار ياسف and his companions did not did not هذي ما تزيدوهاش did not ونتخلص للإجابة اوكي يا اما هذي عمار ياسف and his companions تقدر تعوضها بthey whom تصغر إجابة تقول no they did not did هذي من جبتها جبتها من منا ما تروحش تجيب لي ما تقول are not ولا were not لا الكلمة اللولة والكلمة الثانية قلبهم تفاهمين نروحوا للسؤال لرقم ثلاثة وللتمرين لرقم ثلاثة قال لك much the words in column A with their equivalent in column B عدناك الكلمات في column 1 في الخانة 1 وعدناك في الخانة 3 هنا راحين نطلبكم مهم موضوع ولا أرواح هنا عدنا brave شجاع شجاع big كبير famous مشهور the hardest كما نقوله الأقصى شيء قاسي جدا اوكي هنا brave عدنا هنا well known معروف جدا the most difficult الأصعب جدا courageous شجاع عنده courage كما نقوله باللغة العربية large كما نقوله واسع سورة هي واضحة brave قريبة من كلمة courageous big قريبة من كلمة large واسع famous well known معروف the hardest وهو the most difficult وهو الأصعب هذا سهل 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 نروحوا الآن للجزء الثاني تاع الموضوع السؤال الأول لرا نحن هذو كان مصرف of language البناء اللغوي قالك correct the underlined mistakes قالك هذو الكلمة اللي راه مسطر لك عليهم صحة حملة اوكي هالك قالك زهرة ضريف studied on a french primary school at she were the excellentest student in his class راهي واضحة جدا قالك هنا زهرة ضريف studied on a french primary school غري يقول لك school غري تسيب كلمة school قالك قرات هنا ما تقراش on قراءات دائما قرات في الابتدائية الفرنسية نديروا at هنا كيكون عندك school وين قراء قراء at the school and she she هذي where لا she ما تمشيش معها was was لأنها مفردة was هي كانت وهذي where كان فهمتوا اوكي she was يعني الإجابة تعنا هي was was the excellentest لا لا ما نديروش excellentest عليا زدنا لها excellentest هنا ما راهيش أجكتيف صغيرة راهي was the most لو كان جا تقصيرا نزيد est مع التالي مادم أنها طويلة نديرو the most excellent the the most excellent هنا تقولي ميسا لادرنا the most وما درناش more excellent ما كاش then ونحطو more excellent مادم حطونا the نحطو most most excellent student in his class في قسمه هذي he is معندها قسم و class معندها قسم و he is معندها قسمه لا لا نقوله قسمها وهذي ها اللي نزيدوها هير هير class اوكي مليحة 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 عليش سطروكم على الكلمات اللي اتصحوهم نروحوا الان للتمرين الثاني قال لك rewrite the following passage using the suitable tense قال لك هنا عاود اكتب الناس هذا مستعملا المشي قولو زمن صحيح اوكي نروحوا نشوفوه هنا كيفش رانا رحي نشوفو Zahra Dreyf is one of the most famous Algerian women هي من اشهر النساء في الجزائر who not accept the french colonialism قال لك هنا يا اللي ما كانتش ترضى بالاحتلال الفرنسي كانت معدها في الماضي وهنا كنحولو فعل في الماضي لازم راك رايحتم فيها did not did اوكي هنا مدام عدنا not نديرو did not وخلي الفعل كي مرا اوكي did not accept did not accept لازم تنفيه ب did not لو كانوا في المضارع نقولوا does not ولا don't هنا مدام في الباست نديرو did not تكتب هاكذا did not ولا تختصر هاكا didn't هاللي اكتب هاكا ثرة هو عنده النقطة اوكي didn't accept اوكي 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 الماضي تعري place هو replaced place عفوا to place الماضي تاحا placed placed اوكي الماضي تاحا هذا هو a bump in the french milk bar coffee خلاص متفاهمين يعني ديروهم كامل في الماضي روحوا الآن للتمرين الثالث اللي هو قال لك write the following words in the right box according to the pronunciation of their final ايدي اوكي عدنا هنا يا join تخلاص بالن participate تخلاص بالt ومورها ايدي sacrifice تخلاص بالc وهنا died عدنا الاي شوفوا اول شي كتكون عندك ان ومورها ايدي راح نقولوا joined كتكون عدنا الان دائما ال ايدي تتنطق d participate كتكون عدنا تخلاص بالt ال ايدي نقراها ايد participated 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 على خطر عدنا عدنا هنا sacrificed كتكون عدنا هنا النطق تعالي الاس والس الصوت تعالي الس نطقها sacrificed 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 اوكي تقاتل هنا دا عدنا الاي كيكون عدنا الفاوز ردوا بيلكم تحطوها في الايدي خاطئ كبير قلوس died اوكي ضايد متفاهمين سوكا هذا هو الحل تاع وشي يقولولو الحل تاع تمرين رقم 3 نروحوا الان الوضعية الادماجية اللي فيها الله يبارك ستة نقاط نبدو نشرحوا على بركة الله الوضعية الادماجية قال لك many women participated in the Algerian revolution قال لك العديد من النساء شاركوا في الطورة التحرير الوطني بين 1954 وخلاصة في 1962 some are still alive and others died قال لك البعض منهم بقوا حيين alive والاخرين ماتوا died one of them is the brave marcher حسبة بومبالي قال لك واحدة منهم هي الشجاعة حسبة بومبالي هذي الجملة نحتاجها هاي هذي نحتاج هذي الجملة سطر عليها حكم هاكا السوجي تاعك سطر عليها هذي الجملة وخليها وش قال لك هنا يا write short school magazine article about her using the following information about her قال لك اكتب عليها مامو هنا يديرونا فاصلة ايه قال لك اكتب كي يقول لك school magazine سطر عليها اكتب نص بارغراف عادي المعلومات المعلومات هذرة تستعملهم وكل حاول انت يا حاول 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 كل معلومة ديرها في جملة يعني هنا يا جميعهم وش رهم رحين يحتاجوا رهم يحتاجوا فاعل زائد فعل وهذا هو المفعول اوكي احنا في اللغة الانجليزية الجملة تكتبها كفاعل فاعل مفعول احنا الفاعل تعني شكون حاسيبة الفاعل قادر تكتبها حاسيبة بمبوعلي قادر تكتبها الشي قادر تكتب واحدة من الصفات التوحى نقولوا قادر انك كتبوها برييذ مارتر 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 قادر انك كتبوها ميليتنت ميليتنت هذو هما الفاعل اللي رك رايح تكتبها بهم الجملة تاعك اوكي والان هنا يا في كل حاجة رك رايح تكتب بنا فاعل مثلا هنا يا تاريخ الازياد وش من الفاعل اللي رح يمشي معاها واز بورن يعني تقول حاسيبة واز بورن ان جانيرو يكمل هنا يا موف اعطالك الفعل موفا وعاطيهولك انت حولوا برك للباست موفد هنا سهل عليك قال امر جوين ديروا في الباست لانه هذا التاريخ راه في الباست دير جويند اعطالك زود جوين جوين هذي و جوين هذي مع انت راح تدير بينتهم اند هنا بارتيسيبيت بارتيسيبيت الباست تاحه بارتيسيبيتد فهمنا عنه درنا الباست ولم فهمناش لانه الشخصية هذي ميتة هنا يا الوافاة الوافاة نديرو دايد اوكي يلا اراه امر سهل جدا روحوا نشوفوك فاشل انا اكتب لكم وضعيات باش منطولوش الفيديو الله غالب هذا الفيديو يحتاج يعني شرح معمق يلا نبدو اول شي هاي اللي سطرت عليها هنا يا بديت بيها الجملة التاعي المعلومة اللي اعطاهاني هنا بديت بيها وش قلنا The brave martyr شكون هذا الشهيد الشجاع حاسيبة بومبو علي اوكي هذي المعلومة سرقتها من السوجة ما عندي ما كم يقول لك ووز كانت an algerian militant كانت محاربة جزائرية اوكي هنا يا الفيعل تعنا هوليك was الان نبدو بالمعلومات اللي اعطوهم مننا هنا الفيعل شوفو الفيعل درتو الشي she was born الفيعل was born in january 18 in shlif اوكي ومبعدها ومبعد عطالك المعلومة الثانية باش بديت لي بديت لي بتاريخ نحب نبديها بتاريخ نحب نبديها بالجملة انا بديتها بالتاريخ وش قلت لكم قلت لكم ان 1947 لازم تدير مراها فاصلة كيكون عندك تاريخ تدير فاصلة she الفيعل تعنا move رجعنا في past moved انتقلت with her parents مع والديها to alger راح ترحلوا سكنوا في الجزائر عدنا نقطة ولازم الجملة تعنا باش تبدأ فاعل الفيعل اللي خيرتوه محبش نبقى كل مره ندير شي 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 وجدرت حاسبة بمبو علي الفيعل تعنا join رجعنا في ال past joined حاسبة بمبو علي join the scoots movement movement and the general union of algerian muslim student in 1954 شوفوا هنا وش درت هنا درنا هذا الشرطة كي ديلك الشرطة هاو فعل join وفعل ما نبقى وش نقولو هي التحقت بهذه المovement وزدت التحقت ليه لا نديرو مرة واحدة نقولو شي join the scoots movement and ما نبقى وش نقولو join لانه استعملنا فعل واحد اوكي فالا ومبعدا ان 1954 الان نبدينا جملة جديدة كل ما تكون عدنا نقطة يعني عدنا جملة جديدة ونديرو وش درت the great mail هنا خلاص انا وش درت لكم انا في هذه الأخر جملة اربط لكم هذه المعلومة بهذه المعلومة كيف اجدرت هنا قلك بين 1954 إلى غاية 1957 شاركت في الحرب في الف وتسعمية و سبعة و خمسين ماتت انا ربطت مع بعض وش قلت قلت حاسيب ابون بوعلي شاركت في الثورة الجزائرية ما بين الف وتسعمية و ربعة و خمسين حتى نهار اللي ماتت في اكتوبر الف وتسعمية و سبعة و خمسين في القصبة هذي ربطت مع بعض باش جي جملة شابه و جملة واحدة وش درك لكم وهنا نغالي تكون عندك اخر جملة حاول الاسم تذكر الاسم تاع الشخصية تذكر الصيفات التاعه و يعطي له شغل قوة في التعريف تاع هذا الشخصية شفونا وش كتبت لكم كتبت لكم المحاربة العظيمة و الشهيدة الشجاعة حاسيب ابون بوعلي شفتوش هذا قعوص في الحاسيب ابون بوعلي الفعل تاعنا هو participated درتها في الماضي زي تلاقي دي in the national revolution between بينة لأن علش درت بينة لأنه معطولنا زوج سنوات غريطي لك زوج سنوات دير مثلا هذا الاسم تأكد يجب التهرير ب니تها بينстрال each الماضي تلي مع الف وتسعمية ورPacواع و SMS跟 1997 و سبعة و خمسين بين الف وتسعمية و أوكي بين الف وتسعمية و خمسين و ألف وتسعمية و سبعة و خمسين أنا وجدت هنا قلت لكم ما بين شاركة فى الثورة بين الف وتسعمية و خمسين الى غاية شي دايد وقتش ماتت ان اكتوبر 1954 ان القصبة هذه يعني شيء بسيط شيء ملخص اكبر عدد من النقاط المهم ان شاء الله نتمنى تكونوا قا خدمتوا يا رب العالمين وحصلتوا النقاط بإذن الله الرحمن الرحيم ونتمنى ان شاء الله المواد اللي رايجا تكونكم أسهل من هذا الموضوع ونلتقوا ان شاء الله في دروس السنة أولى ثانويرا نديلتهم في القناة ونقولكم بالتوفيق وإلى الملتقى ان شاء الله